بسم الله الرحمن الرحيم واهلا اهلا مع فيديو جديد من قناتكم قناة مسادر الحياة التي تهتم بأمور الحياة لكل افراد الاسرة شعرنا دائما هي بناء ناحية الحياة. اه النهاردة موضوع خطير جدا بيهم المرأة من بداية الخطوبة وحتى الزواج. وهو تحت عنوان كيف اكون جميلة في عيون خطيبي واحتفظ بحبي بعد الزواج او واحتفظ بحبيبي بعد الزواج. اكرر تاني كيف اكون جميلة في عيون خطيبي واحتفظ بحبيبي بعد الزواج. هذا الموضوع اه موضوع خطير بيهم كل بنت في مرحلة الخطوبة ثم بعد الزواج. اه قبل ما ندخل في الموضوع احب اه انبه على شيء اه دائما انبه قبل اه الدخول في الموضوع عن نقطة اه بعض النقط المهمة جدا والتي يجب ان تحتفظ ان تحتفظ بها. فهي نقطة اه هامة جدا. اولا الجمال ليس جمال مكياج او جمال منظر ولكن الجمال هو شكل عام اجمالي تماما. ندخل في الموضوع. اه وهو اه عدوك الاول هو رائحتك ومظهرك العام. الرائحة بتيجي من اتنين. اولا رائحة العارك وسانيا رائحة الفم. رائحة الفم يمكن التعلم عليها باستخدام دائما معجون الاسنان. اه وان لم يفلح معك معجون الاسنان لتبيض اسنانك وجعل فم يعني فم آآ رائحة فمك عاطرة. فدائما استخدامي آآ الورنفل حبات الورنفل. فهي آآ تطهر اللسى وتجعل الفم رائحته جميلة. اما اذا اردتي خلطة لتبيض الاسنان والخلطة مجربة اقوى من اي معجون. فاخذي هذه الخلطة على السريع. وهيكون لنا فيديو آآ في هذه الموضوع البسيطة. الخلطة عبارة عن آآ بيكن بودر. معلقتين بيكن بودر. وبتعصر عليها آآ آآ نصف لمونة. وبتعمليه زي المعجون وبتدعك اسنانك بالفرشة او آآ بتدعك اسنانك بسلاكة اودان نظيفة. آآ اللي بتتبع في الصيدليات. آآ بعد مدة بتلاحظي بياض الاسنان. ودايما واعلمي في هذه النقطة بالذات ان آآ بياض الاسنان آآ يجعل آآ التحكة او الابتسامة اكثر روعة وجمالا. ده شيء اكيد. اما راحة العرق آآ فدائما احتفظي آآ بالنانع. ونباته سمى روزماري. واحنا شرحناها قبل كده في فيديو كوني جميلة. اسرار آآ الجمال. آآ وضيفي مغليهم في ماء التشطيف آآ بعد آآ الاستحمام الشطفي بهذا الماء. بيجعل راحتك آآ جميلة دائما وبيقضي على آآ العرق. آآ لا انصح باستخدام مزيد العرق لانه بيسبب كثير كثير من مشاكل آآ الجلد. وخاصة يا ست يا ايتها الاخت العزيزة ويا ست الكل. آآ آآ وجدهم ان آآ ده بيسبب بعض آآ يعني بيسموها آآ الغداء الحبوب الدهنية او آآ الاورام الدهنية اسفل آآ آآ نيجي في الموضوع آآ ندخل بقى في الموضوع آآ بعمق اكتر آآ اولا بعد ما مظهرك جميل وشعرك مصفف آآ دون تكليف في المكياجات تراحتك جميلة آآ النصيحة بعد كده لا تحشر نفسك في الملابس الضيقة آآ ظنا منكي ظنا منكي واخد بالك من هذا الكلام انك آآ تبيني مفاتن جسمك لخطيبك ده خطأ لي حرصي الا تبيني مفاتن جسمك الا بحساب كوني بخيلة في اظهار مفاتن جسمك لخطيبك وترك له الفرصة حتى يتخيل هو حتى يتخيل هو بمخيلته فذلك يقوي الحب ويقوي الرغب آآ منه اليك آآ مش اقرر هذا الكلام آآ ثانيا آآ اذا كنتي آآ من آآ النوع الطويل حاولي انك تلبسي الاحذية هو آآ الصنادل آآ في مستوى الارضي آآ بيجعل آآ مشيتك اجمل وان كنتي قصيرة ففعل العكس ولكن احذري الا يزيد كعب الصنادل آآ او آآ الاحذية عن خمسة سنطي لان ده بيسبب مشاكل صحية في العمود الفقري آآ بعد كده بنشوف آآ عندما آآ آآ يكرمك آآ الله ويوفقك في الزواج خدي هذه النصائح بعد الزواج حتى تحترزي آآ بحبيبك ان شاء الله اول حاجة آآ احرصي دائما 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 بالاحتراز بانوستي مش معنى انك خلاص تجوزتي وبقى ملكك خلاص بقى مش مهم مش مهم اهتم بمزاري مش مهم اهتم بشعري برائحتي هذا خطأ كبير تقع فيه كثير من البنات بعد الزواج انت الآن زوجة عليك ان تحتفظي بزوجك اكثر من كونك كنت تحتفظي به كخطي الأمر الثاني الأمر الثاني هو آآ دائما استعملي الصوت رقيق وهادئ فهذا اقرب الى الوصول الى آآ قلب من تحدثين آآ آآ البعد كده آآ لا يعني تقلي من قدره آآ وخاصة امام اهلك او امام اهله آآ نقطة اخرى احتفظي دائما بنظفتك وجمالك والتنسيق العام آآ لمزهرك آآ ايضا تنوعي في استخدام العطور اذا كنت تستخدم العطر فحاولي ان تنوعي ولا تجعلي اتركي آآ نوع آخر حاولي ان تغيري عطركي ولا يكون العطر نحفاز بشكل آآ يعني يدايق الزوج. اذا كنت على موعد للخروج جهزي نفسك قبل الموعد بساعة لان الرجال لا تحب الانتظار. انت دخوله الى البيت حاولي ان تجعليه ودوءا آآ في البيت آآ ولا تزاجيه بالطلبات او مشاكل الاولاد عند الدخول فهذا آآ مؤذي جدا جدا آآ للرجل آآ نقطة هما آآ بين قوسين يعلم تماما ان في غلاف آآ بين طبيعة الرجل وطبيعة المرأة فالرجل آآ لا يتحول من حالة الى حالة بسرعة ولكن بياخد وقت طويل حتى يخرج من حالة الى حالة بعكس المرأة المرأة تتحول من حالة الى حالة في اسرع ما يمكن بتضحك وبتتكلم وفي لحظة تبكي وطعيت الرجل لا جاي مع هموم الشغل وتعب اليوم آآ فلا ترهقيه وحاولي ان اذا اردت ان تحدسيه في موضوع خاص بالاولاد او آآ البيت او اي مشاكل آآ بعد ساعتين ثلاثة بعد ان ينسى حالة الارق والتعب من العمل وهذا هام جدا آآ عند الدخول الى المنزل قلنا هي اي المنزل اجعلي فيه من الهدوء حاولي ان آآ لا تزعجيه آآ عند الحديث معه آآ لا آآ تجعله يحس بالغرور او آآ بالتعالي فالرجل دائما يحس بغروره اكسير من آآ الكلمات الجميلة حبيبي عيوني آآ مثل هذه الكلمات آآ الرقيقة آآ تعجب آآ الرجال آآ دائما تذكري آآ آآ نصيحة بين قسين هم الرجل كالطفل الكبير وكلما زاد في السن زاد آآ آآ احساسه او الحاجة الى العطف والحناة آآ لا تحديسي آآ او تفشي اصراره الى اي احد آآ لا تفشي اصرار العلاقة الزوجية الحميمة آآ فهذا آآ شيء آآ مقروف وايضا شيء آآ آآ محرم آآ دائما حساسي بالرجول آآ آآ لا تقللي من شأنه امام احد آآ آآ استخدمي الكلمات اللطيفة والرقيقة آآ لا تكذبي فالرجال لا تحب الكذب من النساء آآ آآ دائما آآ آآ تفزي آآ بأوقات تقضيها معه أوقات تكون أوقات آآ سعيدة مهما يكون الامر تا بيجي بآآ آآ تنظيم آآ وقتك آآ وبين قسين بنقول هذا الكلام آآ آآ انك آآ لابد لابد ان تقصني يومك اذا كنت عامرأة عاملة فجزء للعمل جزء للمنزل جزء للأولاد ولكن أحرصي دائما أن يكون المساء المساء للحديث وتجازب أطراف الحديث والاهتمام بالزوج ولا تؤجلي عمل المنزل كرسيل الموهين ورسيل الملابس في الصهرة وهو قدام التلفزيون بعد كده أنت تدخلي تنامي تعبانة مرهقة هو بيدخل وكأنه لم يتزوج فحرصي من هذه النقطة الخطيرة تحدثي معه في الأمور التي يحبها حولي أن تفعل الأشياء التي يحبها من الأكلات إذا قدم لكي هدايا أو خلاف ذلك أو حتى طلبات عادية حولي أن تشكريه وتحسسي بأهميته وإياكي أن تحسسيه بعدم ذلك حاولي دائماً أن ترضي أعلم تماماً أن الرجل مثل المرأة يحب المدعبة هو المشاكسة الخفيفة قدمي إليه الغيرة ولكن حاولي أن تحسيب أنك يتغار عليه ولكن الغيرة المعقولة وليست الغيرة التي تصل إلى حد الشك فهذا يضر العلاقة الزوجية بينكما ضرر كبير عند الإستعداد لقضاء ليلة جميلة عطري من نفسك يعني حاولي أن تظهري بمظهر جذاب اهتمي بملابسك الداخلية فهذا يسير الرجل ويغريه دائماً هيئي نفسك إليه لا تصديه ولكن إذا كان هناك عذر فاعتذري بطريقة لائقة لا تغطب هذه هي بعض النصائح التي يجب على البنت المخطوبة أن ترعيها لتحتفظ بخاطبها وعلى الزوجة أيضاً المتزوجة أن ترعها حتى تحتفظ بزويها وإلى هنا ننهي هذا اللقاء وإلى أن ألقاكم في فيديو آخر أتمنى لكم الحياة الزوجية السعيدة ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا وأي تعليق نحن سوف نرد عليه بإذن الله أشكركم وأترككم في أمن وسعادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته